تسأل تقول يعني هل يمكن عند مثلا صلاة سنة الظهر القبلية مثلا أو البعدية مثلا أن أنويها للاستخارة بعد ذلك أخت فتيحة بارك الله فيك بالنسبة لصلاة بالنسبة لدعاء الاستخارة نعم يعني يجوز بعد النافلة سواء كانت مقيدة أو نافلة مطلقة ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من دون الفريضة يركع ركعتين من دون الفريضة وهذا يشمل النافلة المقيدة مدرس سنة الرواتب والنافلة المطلقة ويدعو بعد ذلك فيجوز لمن لديه دعاء استخارة وهو يصل للسنة الراتب القبلية وسنة الراتب البعدية أو في قيام الليل أن يدعو الله تعالى بدعاء الاستخارة بعد هذه السنة